السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بحضراتكم في قناة مستر بيرفيوم النهاردة هنتكلم عن ابداع امواج شركة امواج العمانية في صناعة 3 عطور مختلفة فيهم نوتة النعناع كنوتة رئيسية في العطر يعني دايما النعناع في العطور بيستخدم بكمية صغيرة لان ريحة النعناع نفازة يعني لو تضف بكمية كبيرة هتكون ريحة نفازة وهتغطي على بقية النوتات اللي موجودة في العطر دايما بتلاقيه بكمية صغيرة عشان يدي بس اللي هو الرفريشنج والكولنج افكت دايما بيكون برضه في النوتات الافتاحية فما يقعدش فترة طويلة ولكن الابداع انك تصنع عطر يكون النعناع فيه نوتة رئيسية وانه يكون عطر جميل جدا يعني عطر مميز الشيء المبدع انك تقدر تعمل عطر ريحة النعناع فيه تكون موجودة لفترة طويلة ومش بس في الافتتاحية وخلاص يعني في التلات عطر اللي هنتكلم عنهم يعني هنلاقي فيه يعني العطور دي ممكن تعتبرها يعني يعني ياما تحبها ياما مش هتحبها ما فيهاش حاجة وسط يعني يحد بيحب النوتة النعناع واضحة في العطور ياما حد مش هحب العطور دي او حد هيحب عطر مثلا عن الاتنين التانين مثلا يكون مميز بالنسبة له او حاجة اه فالتلات عطور اللي هنتكلم عنهم هم امواج مموار مان اللي نزل سنة 2010 وامواج بيتش هاتمان اللي نزل سنة 2017 وامواج انكليف ده يوني سيكس نزل سنة 2020 يعني هنبدأ من الاقدم للاحدث اللي هنتكلم دلوقتي عن امواج مموار مان عطوة اروماتيك سبيسي يعني هنا هتلاقي الجرين فريشنس يعني موجودة واضحة رائحة الجرين مش بس رائحة اللي هو السبيس والمينت يعني اللي ممكن البعض يعتبرها شبيهة بمعجون الاسنان او اللي تشون جام العلك يعني مثلا عطر انكليف اللي هنتكلم عليه يعني فيه ناس بتقول عليه انه هو كده عشان فيه سبيسي هنا لقى العطر عطر مموار مان الجرين فريشنس واضحة جدا خلطة جميلة من النعناع واللافندر والبيس الريحان فالريحة التغلب عليها الريحة اللي هي الاروماتية الفجرية يعني ريحة فوجيري العطر فيه يعني في الافتتاحية هتلاقي طبعا الفريشنس والجرين ازاي ما احنا قلنا كده يعني واضحة العطر فيه فانيليا وفيه عنبر يعني هنقول ايه مدياله نفحة خفيفة كده سويتي يعني مش العطر مش سويتي يعني يعني فيه حاجة خفيفة لمحات من الفانيليا والعمبر مديها اللي هي الحتة الخفيفة دي سويتي ريحة النعناع في العطر ده يعني انا بالنسبة لي من العيوب يعني بتخف ريحة النعناع في وتغلب عليه الريحة الوودي الاكمس موجود هنا بيدله اللي هو الضمب فيه الريحة كده ايرثي زي طربة مبللة كده خفيفة برضو حاجة تاني يعني مش من عيوب العطر ده بتاعه متوسط يعني مدة ساعتين تلاتة يعني بالرغم ان هو فيه في البخور ولكن يعني هنا يعني زي ما تقول اللي هو الانسنس عام البلانس مع الكلنس بتاعة المنت هتلاقي البروجيكشن يعني متوسط يعني مش عالي يعني يعني هي ميزة وعيب يعني على حسب كل شخص يعني ممكن برضو لما تشم ريحته هتفهم ليه مثلا في البداية ممكن نحتاج اللي هو البروجيكشن اعلى شوية فوق المتوسط يعني العطر ماينفعش تشتري عمياني خالص عطر يونيك ريحته مميزة مش كل الناس تحبه يعني مش لكل الناس ومش لكل المواقف يعني العطر يعني ممكن تعتبر ان هو درك جرين يعني فبالنسبالي من وجهة نظري مناسب للكبار اللي هو اكبر من 40 سنة العطر اللي بعد كده امواج بيتش هاتمان اللي قلنا اللي هو نزل سنة 2017 ده وودي اروماتيك العطر يونيك الكواليتي بتاعته عالية جدا اللونجيفتي والبروجيكشن ممتازين يعني افضل من وجهة نظري من موار موار مان ما تنخدعش في الاسم اللي هو كلمة بيتش هو مش عطر بتاع شواطئ يعني يعني من وجهة نظري برضو هو عطر كلاسيك ولكنه مش ديت يعني مش من هو عطر اطراز قديم لكن ممكن تعتبر اللي هو طايملس عطر لا وقتي يعني ممكن يمستخدم في كل العصور يعني ريحته كده تحس انه حاجة فني يعني عطر كده تحد يعني عايز يحط حاجة مختلفة وخلاص ولكنه يعني الناس النطجة يعني مشابه للعطر اللي هي بتاعت التمانينات والتسعين يعني وبداية التسعين وانه فيه اللي هو النوتات الأوكموس والباتشولي والفتيفر والجالبنم النوتات دي كانت مشهورة جدا ومنتشرة في عطر التمانينات اللي افتتاحية بتاعته الأكواتيك فريش يعني من المنت هنا هتحس أنه كراشت يعني زي ما انت خدت ورق نعناع وطحنت فالريحة هنا هتلاقي ريحة مائية فريش وأكواتيك وهتلاقي معها ريحة بيتر جرينس كده حاجة خضرة مرة من الجالبنم ولمحة زهرية حلوة كده من الأورنج بلوسوم بتزبط النوتات اللي هي الإيرثي السولتي النوتات الحيوانية اللي هي هتلاقي فيه حاجات اللي هي سولتي إيرثي ومدي لمحة حيوانية كده في العط زي الباتشولي والأكمس والفيتيفر وفيه لمحة خفيفة برضو كده سبيسي خفيفة يعني مش سبيسي تقيلة من الـ ورق اللي بلاب بيبقى لها ريحة كده ببري ريحة خفيفة من الفلفل كده يعني العطر جميل جدا ورائع يعني احنا لو قلنا على ميموار مان مثلا فوق الاربعين سنة بيتش هات نظري يعني ممكن يستخدم العطر رقم العطر الثالث معانا هو العطر الاحدث اللي نزل سنة 2020 هو عطر انكليف وده عطر يوني سيكس ريحة النعناع فيه الريحة اللي هي الكمفورتينج الريحة المهدئة يعني عارف انت لو حطتهم تريح الشغل مثلا يهدي الاسترس لو عندك حاجة مثلا عندك استرس شديد وكده بس العطر ده خصوصا love hate يعني هو كود العطر النعناع زي ما قلنا كده يا تحب يا تكره يعني بالرغم من النعناع يعني فيه dry spices معه ولكنه دايما بيكون عطر fresh يعني مش هنقول عليه spicy هو fresh spicy ماشي ممكن نقول عليه كده عشان نقول هو عطر غريب شوى يعني عطر cool و hot في نفس الوقت هتلاقي فيه minty fresh معه فيه warm و cold spices يعني يعني فيه الاتنين دي حاجة مش منتشرة في العطور يعني انك تلاقي حاجة cold و hot في نفس الوقت يعني يعني بكميات متوازنة يعني العطر زي ما قلت مهدق كده ريحته جميلة جميل جدا انت استخدمه في ليل الصيف في ناس بتقول زي ما قلنا في بداية الفيديو انه عشان فيه spices مع المنت بعمل زي المعجون السنان او يعني اللي هو التشون جم يعني ولكن من وجهة نظري هو عطر جميل ريحت معجون السنان هنا مش مزعجة يعني هو عطر يعني انا انا عن نفس انا بحبه اكتر واحد في التلاتة دول يعني في التلات عطور دي زي ما قلنا المنت هنا عامل coolness و freshness موجودين مع بخور و عمبر مدين لمحة سويتي خفيفة يعني جمال العطر ده ان هو النعناع فيه موجود من البداية للنهاية يعني وده صعب جدا تلاقيه في اي عطر نعناع يعني فوحان العطر متوسط يعني مش يمكن اقوى فوحان في التلات عطور بيتش هاتمان اقوى من انكلاف من وارمان في الفوحان لكن في السبات العطر ده سباته عالي جدا يعني ممكن يقعد حوالي 12 ساعة على الهدوم اكتر من 12 ساعة كمان على الهدوم فالعطر جميل جدا ورائع العطور دي polarizing لازم تجربها ما فيهش شرع مياني خاص شكرا لحضراتكم وتمنى لو فيه اي سؤال او اي عطور تحبوا نتكلم معنا في الفيديوهات القادمة ياريت تعرفوني في قمة مع السلامة اشتركوا في القناة